اشتركوا في القناة بالتركيز على بور ومناطق الصراعات في قرب دارفور وجنوب كردوفان استمع المجلس الى تقارير الوفود الرسمية حول زياراتها للولايات المتأثرة وفي هذا الصد اتخذ المجلس عدة قرارات وحزمة اجراءات وتدابير من شأنها ان تساهم في هدوء الاحوال وعودة الحياة وتجنب النزاعات والصراعات مستقبلا والتأمين على الحلول الآنية والمعالجات المستقبلية ناقش المجلس مشاركة السودان الايجابية بالقمة التي عقدت في عاصمة دولة انجولا لمناقشة الاوضاع السياسية والامنية وايجاد الحلول المناسبة وآليات المصالحة بين الاطراف المتنازعة في دولة افريقيا الوسطى استقرارا للمنطقة ودعما لجهود السلام تلقى ايضا المجلس تنويرا من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول مخرجات زياراتهم الخارجية للمحيط العربي والاقليمي والدول الفاعلة وقد اطنو ان المجلس على صحة موظف السودان من خلال الدعم الكبير الذي وجدته تلكم الوفود في تزبيت حق السودان التاريخي في اراضيه وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما للمواسيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المجلس يشكر الادارات الاهلية ومجالس الحكاماء على دورهم الوطني تجاه جهود المصالحات والتعايش السلمي وكذلك وجه الشكر للدول التي ساندت موظف السودان وحرصه في اتباع الوسائل السلمية والدبلوماسية في تزليل مشاكله الداخلية والخارجية نؤكد مجددا اهتمام المجلس وحرصه على سلامة الوطن والمواطنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة